اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث والخامس بمدارس التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية اليوم ان شاء الله نستكمل حدثنا عن النظام المحاسبي الحكومي في الحلقة السابقة اتعرفنا على مفهوم النظام الحكومي او تعريف النظام المحاسبي الحكومي واوضحنا مقاومات الاساسية للنظام المحاسبي الحكومي تعرفنا ان النظام المحاسبي الحكومي يتكون من مجموعة مستندية ومجموعة دفترية او المكونات او المقاومات الاساسية للنظام المحاسبي الحكومي بتتكون من مجموعة دفترية ومجموعة مستندية ثم بعد ذلك مجموعة دفترية اوضحنا ان المجموعة المستندية بتمثل مدخلات النظام المحاسبي الحكومي يبقى قلنا أن مدخلات نظام المحاسب الحكومي هي عبارة عن المجموعة المستندية وأوضحنا أن المجموعة المستندية في أي نظام حكومي بتختلف من دولة أخرى طبعا لأن كل دولة أو من مقاومات الأساسية لأي نظام محاسب الحكومي في أي دولة هو القانون أو التشريعات التي تحكم العمل المحاسب الحكومي داخل هذه الدولة وأوضحنا أننا في جمهورية مصر العربية بيحكم المحاسبة الحكومية القانون 127 لسنة 1981 اتعرفنا على مقاومات النظام المحصف الحكومة وقلنا عندنا مجموعة مستندية قلنا ان المجموعة المستندية بتتكون من 3 مجموعات من المستندات او بيتم تقصبها ل3 مجموعات قلنا عندنا مستندات الصرف ومستندات التخصيل ومستندات الشراء والتخزين يبقى احنا عندنا كم نوع من انواع المستندات عندنا 3 انواع مستندات الصرف صرف اي مبالغ من الجهات الحكومية مستندات تخصيل اي مبالغ من الجهات الحكومية بالطرق المختلفة ثم بعد ذلك مستندات خاصة بالشراء والتخزين عندنا المجموعة الدفترية اللي هو المقاوم التالي والاساسي من مقاومات النظام المحصف الحكومي بيتكون من مجموعة دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر الاستاذ ومجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والاحصائية أوضحنا في الحلقة السابقة أن نحن نتضرب في الباب الثاني اللي هو الخاص بالنظام المحساب الحكومي على أربع دفاتر أول دفتر منهم اتناولناه في الحلقة السابقة هو كان دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وأوضحنا طبعا أن دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هو أحد الدفاتر الرقابية طبعا وأحد دفاتر الأستاذي هو أحد الدفاتر المحسابية الحكومية وبيعاد أحد أو من أنواع دفاتر الأستاذ بكل جانب مدينة وجانب دائن وتعرفنا على الطريقة اللي بنسجل فيها الأحداث داخل دفتر حساب الشيكات 6 و50 عنحة وهنكمل إن شاء الله في حلقة اليوم هناخد تدريب آخر نتعرف من خلاله على الكيفية اللي بنسجل بها الأحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة لكن هناخد دفتر كمان مهم جدا من الدفاتر أو السجلات البانية والإحصائية وزي ما وضحنا وهو سجل الارتباطات 291 و292 نحن طبعا خلال الحلقة اليوم إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نفهم الطريقة اللي بيتم بها إثبات العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة أو نأكد فهمنا له لأن احنا أخذنا تدريب على دفتر حساب الشيكات 56 عنحة في الحلقة السابقة اللي ما تبقاش الحلقة ممكن نتابع الحلقة على قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب هنستكمل حديثنا أيضا عن سجل الارتباطات 291 أو 292 وهنتدرب ويكون محور اتمامنا على الكيفية اللي بنسجل بها الأحداث الخاصة بالارتباطات داخل الوحدات الحكومية الإدارية بسجل الارتباطات 291 عنحة أو سجل الارتباطات 292 عنحة ما وضحنا في سابق أنه ما فيش اختلاف بين الدفترين غير أن طبعا سجل الارتباطات 291 ده بيستخدم في الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية أما سجل الارتباطات 292 عنحة ما بيستخدم طبعا في الوزارة وفي المحافظة بشكل مركزي وبيسند امساكه أو بيتم وضعه تحت إشراف المراقب المالي بالمحافظة أو الوزارة هنراجع خلال الحلقة اليوم طبعا على الجوانب المعرفية نحاول طبعا أن احنا نسري الحلقة بمجموعة من الأسئلة النظرية لأنه طبعا بيجي أسئلة كتير جدا أيضا على الباب التاني أسئلة نظرية في الاختبار هنحاول ناخد مجموعة من الأسئلة اللي مجد تجيلي في اختبار نهاية العام اللي بدأ الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفقكم ويكلل مجهودكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله طيب يبقى احنا كده هنعمل إيه عزيزي الطلاب هناخد أو هنتدرب على بعض الأسئلة النظرية المرتبطة بالنظام المحاسبي الحكومي كذلك هيكون محورة تمامنا هو سجل الارتواطات 291 أو 292 حا هنتدرب على الكيفية اللي بنسجل به العمليات داخل هذا الدفتر إلى جانب طبعا الأسئلة أو المراجعة اللي هنرجعها على النظام المحاسبي أو الباب الخاص بالنظام المحاسبي بشكل عام هتبقى أسئلة نظرية في شكل عرف أو أذكر أو في شكل صحة وخطأ أو أكمل أو اختر من العمود ألف ما مناسبه من العمود به مجموعة من الأسئلة المتنوعة إن شاء الله بإذن الله تكون فيها الفايدة وتتدربوا من خلالها على الكيفية اللي هيجي لكم بيها الأسئلة في الاختبار في ناية العام طبعا ما ننساش إن شاء الله ما زلنا مستمرين مع بعض في دراسة النظام المحاسبي الحكومي وفي إن شاء الله الحلقة القادمة هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتدرب على باقي الدفاتر الرقابية وعندنا طبعا دفترين أول دفتر فيهم من ضمن الدفاتر الرقابية هو ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 إنحا والدفتر الآخر وهو سجل حصر ترباط الصرف الوريدة 55 إنحا إن شاء الله بإذن الله هنجهز لهم حلقة القادمة بإذن الله بعد ما نتمكن من سجل الارتباطات ودفتر حساب الشيكات 56 إنحا الحلقة القادمة بإذن الله انتظرونا وهيتكون حلقة مخصصة على الكيفية اللي بنسجل بها الأحداث المالية داخل دفتر حساب الشيكات دفتر أو سجل حصر ترباط الصرف الوريدة 55 إنحا أو الاستمار 55 إنحا وميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 إنحا أخذ بالي عزيزي الطلاب أنا عندي أربع دفاتر في المجموعة الدفترية مهمين لازم يجي لدفتر أو اتنين منهم في الاختبار واحد يجي لعليه أسئلة عمل السؤال عملي وواحد يسألنا عليه نظري طب هم الدفاتر احنا خدنا قولنا بالترتيب دفتر حساب الشيكات 56 إنحا واسجل للارتباطات 291 أو 292 ودول هنكمل حدثنا عنهم إن شاء الله في حلقة اليوم الحلقة القادمة يبقى عندي دفترين تانين ودول مهمين أيضا وهو ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 إنحا وسجل حاصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحا أو بيطلق عليها الاستمارة 55 إنحا تعالوا مع بعض ناخد تدريب على الكيفية اللي بنسجل بيها العمليات والأحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 إنحا وبذكركم إن دفتر حساب الشيكات 56 إنحا دوت بيسجل فيه الشيكات المسحوبة على الوحدة أو اللي بتصدرها الوحدة سدادا لدين عليها وبيبثل رصيده الشيكات التي لم يتقدم أصحابها بصرفها حتى تاريخ الرصيد أو تاريخ ترصيد الدفتر إن دفتر حساب الشيكات هو أحد دفاتر الأستاذ وبالتالي بيكون هناك رصيد جانب المدين ناصر جانب الدين ودايما الجانب الدين لدفتر حساب الشيكات أكبر من الجانب المدين أو أدو لإن حساب الشيكات هو حساب بطبيعته دائن وليس مدين لإن بتستخدام المنشأة في سداد المبالغ المستحقة علىها للغير عن طريق الشيكات المسحوبة على البنك المركزي في الغالب تعالوا نشوف مع بعض التدريب المعانا والتدريب رقم اتنين بيقول لي العمليات الآتية تمت بإحدى الوحدات الإدارية الحكومية خلال شهر مايو 2021 وجهب لي مجموعة من العمليات وبيقول لي طبعا المطلوب إثبات العمليات السابقة بضفتر حساب 56 دفتر حساب الشيكات 56 عنها أنا دائماً أعزائي الطلاب إيه اتدربنا أن نحن أعمل إيه نقرأ رأس التدريب ثم ننتقل على طول على المطلوب يبقى أنا كده على طول مطلوب مني أن أنا روح أسطر أو أصمم دفتر حساب الشيكات 56 عنها طب هل أنا مطلوب مني أن أنا أحفظ الخنات بتاعت الأعمدة قولنا لا أنت هيجي لك في الاختبار الخنات أو الأعمدة رؤوس الأعمدة موجودة وانت هتقوم بتصطير بس يعني كراسة الإجابة هيكون فيها الأعمدة الخاصة بضفتر حساب الشيكات 56 عنها أنت كل ما عليك أنك تقوم بإعادة تصطيره مرة أخرى داخل كراسة الإجابة يبقى أنت مش مطلوب أن أنت تحفظ الأعمدة ولو أن أنت من خلال تكرارك واستخدامك للدفتر وتسجيل عمليات داخل هذا الدفتر اللي هو دفتر حساب الشيكات 56 عنها هتكون حفظة الأعمدة اللي في الجانب المدينة وفي الجانب الدائم تعالوا نشوف مع بعض الأول أول خطوة هنروح نسطر على طول دفتر حساب الشيكات 56 عنها في كراسة الإجابة بتاعتنا هذه الجانب المدينة فيه خانات طبعا زي ما احنا عارفين والجانب الدائم بعد ما تسطر الدفتر حساب الشيكات 56 عنها في الورقة أو في كراسة الإجابة بتاعتك وركز معايا أن الدفتر ده هيبقى كبير يعني مش هتنفع تسطره بشكل رأسي يبقى لازم بعرض الصفحة زي ما بنقول أو هيتم تسطيره داخل كراسة الإيه اللي جابه بشكل أفقي تعالوا بقى نشوف بعد ما سطرنا الدفتر إزاي هنسجل عمليات وهننوح بقى نقرأ عملية عملية وحدث حدث ونسجلوا داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنها أول عملية عندي بيقول لي في 12.05.2021 سحب شيك أو تم سحب شيك رقم 434 على البنك المركز الموظف سالم محمد بمبلغ 4000 جنيه خلاص أنا عايز تاريخي العملية في 12.05.2021 رقم الشيك اللي هو 434 بسحوب على البنك المركز الموظف اسمه سالم محمد المبلغ 4000 جنيه أروح على دفتر حساب الشيكات 56 عنها وفي الجانب الدائن اللي هو جانب له أبتل في الملاحظات واحد إن دي أول عملية ثم بعد كده أسجل تاريخ العملية قلنا 12.05 ثم على طول أسجل اسم صاحب الحق اللي هو سالم محمد ثم أسجل البنك المحول عليه الصرف ودائما في الغالب يكون البنك المركزي ثم أسجل رقم الشيك اللي هو 434 مبلغ الشيك اللي هو 4000 جنيه بعد ما سجل المبلغ في الشيكات المسخوبة ما فيش غير عملية واحدة بس اللي تمت يوم 12.05 فممكن أجمع بقى عمود القيمة دوت في اليومية وأرقرر المبلغ تالي إن ما فيش غير عملية واحدة بس اللي تمت في تاريخ 12.05 هيبقى فيه إجمال العمليات هخط أو هضع الأربع تلاف جنيه اللي هو مجموع المبلغ بتاع الشيك الوحيد اللي تم إصداره أو سحبه على الوحدة الحكومية الإدارية في 12.05 أخذ بالي عزيزي الطلاب إن لو فيه أكتر من عملية في نفس التاريخ كان مجموعة اليومية دوت هيكون إيه إجمالي هنا يعني لو كان عندي عمليتين تموا في 12.05 أو أكتر من شيك 12.05 12.05 12.05 كنت هاجمع هنا في الآخر مجموش لكن دائماً بيجيلي في الاختبار عملية واحدة في تاريخ واحد يبقى يكون الجمع بهذه الكيفية أتنقل لعملية أخرى وبيقول لي فيه 14 منه تم سحب شيك رقم 986 على البنك المركزي للموظف سعد السيد بمبلغ ربعمية جنيه وطبعاً هنا أنا عايزي تاريخ العملية 14.05 رقم شيك 986 البنك المركزي اللي هو الموظف سعد طبعاً الموظف هو الموظف سعد السيد والمبلغ 400 جنيه أروع على ضفطر حساب الشيكات 56 إنحاء طبعاً دي شيك مسحوب يبقى برضو في جانب له يبقى الشيكات المسحوبة أعزائي الطلاب دايماً بتسجل في جانب له أقول لعملية رقم 2 أسجل تاريخ العملية 14.05 أسجل اسم صاحب الحق اللي هو طبعاً الموظف سعد السيد ثم أسجل البنك المحول عليه الصرف أو المسحوب عليه وهو البنك المركزي بعد كده سجل رقم الشيك وهو 986 المبلغ الخاص بالشيك اللي هو 400 في قيمة الشيك ثم أكرر نفس المبلغ في إجمال اليومية أو إجمال العمليات في اليومية لأن طبعاً ما عنديش أكتر من عملية تمه في نفس يوم 14.05 هيبقى على طول أروح مجمع المبلغ في اليومية أتنقل بعد كده العملية التالية العملية التالية بيقول لي في 20 منه تم سحب شيك رقم 988 على البنك المركزي الموظف شريف طاهر بمبلغ 600 جنيه يبقى على طول هروح على جانب له لأن دي شيك مسحوب أقول عملية رقم 3 أسجل تاريخ العملية اسم صاحب الحق اللي هو شريف طاهر وبعدين أسجل البنك المسحوب عليه اللي هو دايماً البنك المركزي أسجل رقم الشيك اللي هو 988 مبلغ الشيك اللي هو 600 جنيه وعشان ما فيش أي عملية تانية ولا أحداث تانية تمت يوم 25 فجمع على طول المبلغ بتاعة القمة بتاعة الشيك في اليومية اللي هو هيبقى 600 جنيه أروح تانية أشوف العمليات التالية بيقول لي في 30 منه ورد اختار من البنك المركزي وفيه تصرف الشيك نقف بقى عزيزي الطلاب هنا هو ما قال ليش تم سحب الشيك قال لي ده فيه شيك تصرف يبقى أكيد الشيك اللي تصرف من الشيكات المسحوبة على الوحدة الحكومية الإدارية وهي طبعاً يا إما الشيك 434 يا إما الشيك 986 يا إما الشيك 988 يبقى هو هنا قال لي تصرف الشيك رقم كام 434 يبقى أطلع كده الشيك 434 دي اللي كان في 12 خمسة كان مسحوب عالمين على الموظف سالم محمد المبلغ بتاعه 4000 جنيه لأنه هو لما يجي يسر في الشيك في العملاء دي مش هيديني رقم الشيك ده مش هيديني مبلغ الشيك ولكن هيديني رقم الشيك فقط فبالتالي لازم أرجع فوق للعمليات واشوف العملية دي كانت مبلغها كام أو الشيك ده كان مبلغه كام اللي هو 4000 جنيه طبعاً دي عملية صار في شيك يبقى مش هتتسجل في جانب له أمنا يا شباب هتتسجل في يا بنات هتتسجل في جانب منه مرافو عليكم طيب بعدين لما بيجي أصرف الشيكات عزاء الطلاب بصرفهم إزاي بحفظة فالحفظة بيكون لها رقم تعالوا شوف مع بعض إزاي نسجل العملية بتاع صرف الشيك 434 اللي مبلغه زي ما أوضحنا 4000 جنيه في تاريخ 3 منه يعني في 3 5 في جانب منه من ضفتر حساب الشيكات 56 عين ودي طبعا آخر عملية اللي بعدها هبتدي أرصد الضفتر وطلع رصيد دفتر حساب الشيكات 56 عين تعالوا نشوف مع بعض هروح على طول على الدفتر ودي كانت آخر عملية سجلتها اللي في 25 هروح بقى على جانب منه وقول في الملاحظات واحد يعني دي أول عملية صرف شيك تقابلني في التمرين تاريخ هو رقم حفظة الشيك هسجل تاريخ العملية اللي هو كان 35 على قيمة أو رقم رقم الحفظة اللي هو تسعمائة تسعة وإيه وتسعين يبقى تاريخ هو رقم حفظة الشيك مش تاريخ ورقم الشيك لا حفظة الشيك اللي هو تسعمائة تسعة وتسعين يبقى تلاتين خمسة اللي هو تاريخ اليوم اللي تم فيه صرف الشيك على رقم الحفظة اللي هو تسعمائة تسعة وتسعين رقم الشيك طبعا عزيزي الطلاب هو الشيك ربعمية اربعة وتلاتين يبقى اكتب هنا الرقم 434 مبلغ الشيك كان كاما عزق الطلاب 4000 جنيه عشان ما فيش عملية صرف تاني فسجل على طول او اخط مبلغ او قيمة الشيك المصطرف على طول في اليومية كده انا سجلت كل العمليات اللي هو اللي سجلها داخل دفتر دفتر حساب الشيكات 56 عين حا بقى عندي ان انا جيب الرصيد اخب بالي من حتة مهمة بقى دايما الجانب الدائن اللي هو جانب له اكبر من جانب منه او قده امتى يبقى اكبر لو مش كل الشيكات تتصرفت لكن خب بالك بقى من الملحوزة دي وعايزك تدوانها معايا نخب بالنا بنات نخب بالنا شباب ان الملحوزة اللي انا اقولها دي مهمة لو كان مجموع الجانب الدائن مساوي للجانب المديني يعني جانب له بيساوي مجموع الجانب منه ده معناه ان الرصيد كام برافو عليكم سفر لان الفرق من الاثنين هيكون سفري يعني لو الجانب المدين مجموعه 5000 والجانب الدائم معناه مجموع خمس تلاف يبقى في الحالة دي هو الرصيد بتاع دفتر حصاب الشيكات هيكون سفر. طب و دي معنى ايه تانى شباب? يالله يا بناها تقولوا معاي. ده معنى ان كل الشيكات المسحوبة على الوحدة او على المنشئة تم صرفها. اتصرفت. ولما الشيكات تتصرف يبقى خلاص ما بقاش فيه رصيد الرصيد هيكون سفر. يبقى ازا كان ازا تم صرف جميع الشيكات اللي هي المسحوبة على الوحدة اللي هي اول شيك عندنا في الدفتر زي ما شفنا مية ربعمية أربعة وتلاتين والشيك تسعمية ستة وتمانين والشيك تسعمية تمانية وتمانين يبقى لازم في الحالة دي هيتسجله في الجانب منه التلات شيكات دول لازم يظهره هنا ارقامه هنا وبالتالي يكون مجموعة جانب المدين قد مجموعة جانب الدين وبالتالي الرصيد هيكون سفر يبقى لو جالي سؤال بيقول لي ماذا يحدث اذا تم صرف جميع الشيكات المسخوبة على الوحدة هيكون رصيد دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين هيتساوي هتقول له سفر وتكتب كلمة سفر ايه بالعربي صاد فهره ما تخط ليش نقطة لا تكتب سفر مش بالارقام تكتب سفر ايه صاد فهره تعالوا بقى نجمع مع بعض ونشوف ازاي هنجيب الرصيد لان مش كل الشيكات اتصرفت وبالتالي ده شيك واحد بس وبالتالي يكون هناك رصيد لهذا الدفتر تعالوا نشوف مع بعض الجانب الدائن اللي هو لازم يكون اكبر من المدينة اللي هو منه جانب منه او مساوي له او مساوي ايه له يعني لازم ده يبقى خمس تلاف وده خمس تلاف يا اما الجانب الدائن ده هو خمس تلاف والجانب منه ده اقل منه يبقى جانب منه يساوي له يأقل منه ما ينفعش منه يبقى اكتر ونقب بالنا من الموضوع ده عشان كده يا عزيزي الطلاب انا اروح على طول على جانب له واروح ابتدي اجمع بقى اجمع الشهر انا جامعة اليوم هو الشهر خلص هبتدي اجمع الشهر هنا في الجانب له هلاقي اني اربع تلاف زائد ربعمية زائد ستمية يديني كام عزيزي الطلاب خمس تلاف جنيه صح ابرفو عليك واروح اجمع الجانب اللي هو اجمالي لعملات في اليومية احط مجموعة فين في الشهر برضو في نهاية الشهر اللي هو شهر خمسة هبتدي اجمع جامعة الجانب له طريق خمس تلاف تباج اجمع جانب منه هلاقي كام عزيزي الطلاب اه ده اربع تلاف جنيه يبقى كده الجانب الدائن اللي هو جانب له اكبر من المدينة يبقى معنى كده ان فيه شيكات لسه متصرفاتش اه فعلا الشيك رقم تسعمية ستة وتمانين والشيك رقم تسعمية تمانية وتمانين لم يصرفه بعد مجموعهم كام عزيزي الطلاب الف جنيه هتلاحظ ان الفرق فعلا اربعة نقص خمسة الف يعني خمس تلاف نطرح منه ماربع تلاف او ناخد منه ماربع تلاف يكون الفرق ايه الف جنيه الرصيد عشان كده عزيزي الطلاب انا بحط مجموعه جانب له في الجانبين يبقى حط الجانب بقى كبير اللي هو جانب له دايما او هو اللي مساوي جانب منه اقول خمس تلاف خمس تلاف وبعدين اطرح الخمس تلاف دي منين من مجموعه جانب منه اللي هو في الشارع أربع تلاف هيدين على طول ايه برافو عليك هيدين الرصيد اللي هو كام ممتاز الف جنيه جي منين الالف جنيه ده اللي هو عبارة عن الخمس تلاف اللي هو اجمال الشيكات المسخوبة على الوحدة ناقص الشيكات المسخوبة على الوحدة وتم صرفها اللي هي بمبلغ اربع تلاف يبقى خمس تلاف ناس اربع تلاف يديني الف ونقدر اقول ان الشيكات المسخوبة على الوحدة ولم تصرف بعد اللي هي ربعمية زائد ستمية اللي هم فعلا شيك 986 اللي هو 400 جنيه وقيمة الشيك 988 اللي هو كام قيمته 600 جنيه 400 جنيه زيادة 600 جنيه اللي هو 1000 جنيه دي عزيزي الطلاب الطريقة اللي حدد بيها رصية حساب الشيكات 56 عنحة دفتر حساب الشيكات 56 عنحة دفتر من الدفاتر المهم لا يخلو اختبار من الاختبارات من سؤال سواء كان عملي او نظري وهنتضرب ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمة على الأسئلة اللي بتيجي على دفتر حساب الشيكات بشكل عملي وإن شاء الله يكون لنا نصيف في حلقة اليوم بإذن الله على مسته هذه الأسئلة. عندنا أيضا سجل الارتباطات وسجل الارتباطات عزيزي الطلاب دوت أحد السجلات البيانية والإحصائية يبقى سجل الارتباطات 291 عنحة و292 عنحة هو أحد السجلات الرقبية وده طبعا بيخصص للارتباطات الخاصة بالوحدة الإدارية بغرض طبعا إحنا قلنا أحد السجلات الرقبية يبقى بغرض أحكام الرقابة على الاعتمادات المقررة لكل بند من بلود الموازنة وضمان عدم تجاوزها وطبعا بيبقى فيه سجل موجود من هذه السجلات في الوزارة بشكل مركزي أو في المحافظة وده السجل 292 وبيوكل أو بيتم إسناد مسئولية هذا الدفتر اللي هو 292 للمراقب المالي بهذه الوحدات الرئيسية سواء المحافظة أو الوزارة أما في الوحدات الفرعية فبنستخدم سجل الارتباطات 291 منستخدم سجل الارتباطات 291 حد يسألني هو فيه فرق عند تسجيل العمليات داخل سجل الارتباطات 291 عن سجل الارتباطات 291 أقولك لا الطريقة اللي بنسجل بيها الأحداث المالية أو المناقصات اللي هتقوم بها والارتباطات المبالغ المرتبطة بها ببند من بنود أو صنف من الأصناف اللي بتقوم الوحدة بيشرقها عن طريق المناقصات أو عن طريق الأمر المباشر بيتم تسجلة داخل سجل الارتباطات 291 عنحة أو 292 بنفس الكيفية ما فيش اختلاف لا في بيانات الدفتر ولا في طريق التسجيل كل ما هنالك إن الاختلاف أعزاء الطلاب بيكمن فيه إن احنا بنسجل أو بنستخدم الدفتر 291 في الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية أما الدفتر أو السجل اللي بياخد رقم 292 اللي هو سجل الارتباطات أيضا اللي بيصمى بنفس الطريقة بتاعت 291 وبتسجل فيه العمليات بنفس الطريقة اللي بيسجل فيها داخل 291 عنحة بيحتوي على نفس البيانات وبتسجل فيه الأحداث داخل هذا الدفتر ولكن 292 زي ما أوضحنا بيستخدم فيه الوزرات وفيه المحافظات أما 291 بيستخدم فيه الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية والسجل 292 بيسند مسئوليته للمراقب المالي داخل المحافظة أو داخل الوزارة تعالوا نشوف شكل صفحة من صفحات دفتر أو سجل الارتباطات 291 أو 292 اللي مش يختلف عن بعض وناخد تدريب على الكيفية اللي هنسجل بيها هذه الأحداث المتعلقة طبعا بالمناقصات والمبلغ المرتبطة بأصناف بعينها أو بنود بعينها مخصصة مبالغ في موزنة العامة للدولة للإنفاق على هذه الأصناف على سبيل المثال زي قطع السيارات والأدوات الكتابية إزاي بنقدر نسجل الأحداث الخاصة بالمبلغ المعتمدة أو الارتباطات بأصناف بعينها أو المبلغ المخصصة للإنفاق منها على بنود أو أصناف بعينها وإزاي بيتم تنفيذ المناقصة وإزاي لو ما كفاش مبلغ الارتباط هنعمل إيه وهندعم المبلغ أو هنجيب المبلغ لو احنا دخلنا مناقصة والمبلغ مش كافي هنجيب الفلوس منين ممكن نلجأ لبند آخر أو ناخد مبلغ من الاعتمادات المخصصة لبنود أخرى وبعدين نبتدي نسجل هذه الأحداث داخل سجل الارتباطات 292 دفتر من الدفاتر المهمة محتاج منك تركيز محتاج أن أنت تقرأ الحالة اللي جاي لك الحالة العملية أو التدريب العملي أو التمرين اللي جاي لك بتركيزه بيدوء عشان تقدر تسجل الأحداث بشكل صحيح ناخد بالنا أن سجل الارتباطات 291-292 سجل من السجلات المهمة اللي بقاله فترة ما جاش في الاختبار وممكن يكون طبعا يعني سعيدكم الحظ ويجبلكم في اختبار العام الحالي فركزوا معايا تعالوا الأول نشوف شكل صفحة من صفحاته وناخد تدريب واثنين وثلاثة عشان نقدر نتمكن من استخدام هذا الدفتر وتسجيل عمليات داخل هذا الدفتر اللي هو دفتر سجل الارتباطات 291-292 أو 292 تعالوا شوف شكل دفتر أو سجل الارتباطات 291-292 زي ما احنا شايفين عندنا مصلحة بنكتب اسم المصلحة طبعا مش هنكتب اسم المصلحة بتاعتنا داخل الدفتر اللي بيبقى ده مطبوع يعني السجل بيبقى مطبوع على اسم المصلحة اللي اعتماد الأصل اللي هو المبلغ اللي كان مخصص للإنفاق منه وبعدين عند التعزيز ده وإحنا احتاجنا المبلغ ما كفاش وإحنا داخل المناقصة فعززنا من بند آخر أو أخدنا مباركة مخصصة لصنف آخر وبعدين الاعتماد بعد التعزيز اللي هو عبارة عن الاعتماد الأصلي والمبلغ اللي احنا عززنا به وبنجمعهم على بعض يديني الاعتماد بعد التعزيز وبعدين بكتب صفحة بند بكتب اسم البند والسنة المالية طبعا السنة المالية بتاخد جزء من السنة ميلادية السنة دي مثلا والسنة مالية التالية مثلا ممكن 2021 2022 أو 2010 2011 وعندي عمود للتاريخ وعندي عمود للعمليات أو الأحداث اللي هي المنقصات اللي هتقوم بها وكذلك الشراء بالأمر المباشر ولو هناك تدعيم والمبالغ المخصصة بالموازنة هنشوف كل ده عندي عمود آخر للمبالغ المرتبطة به والتعزيز والمتبقي بعد الارتباط البيانات بتاعت الدفتر سهلة ممكن انت تحفظها لكن في الغالب هو بيجيب لك الدفتر انت مش مطلوب منك تحفظ الدفاتر هيجيب لك الدفتر داخل ورقة الأسئلة وانت تنقلها وتبتل تسجل الأحداث فيها تعالوا نشوف مع بعض تدريب ونتعرف ازاي هنسجل العمليات والأحداث داخل سجل الارتباطات 291 أو 292 في بداية التدريب التدريب يقول لي يبلغ الاعتماد المخصص بموازنة السنة المالية السنة المالية كام عزيزيز طلاب 2011 2012 لبندي ايه ايه نوع الصنف قال لي قطع غيار السيارات المبلغ كام 150 الف جنين وبعدين اداني بقية الاحداث المالية وطبعا انا عودتك دايما ان نعمل ايه مع بعض نقرأ رأس التمرين ثم ننتقل بعد كده بعد ما نقرأ رأس التمرين نعمل ايه نقرأ المطلوب المطلوب تصوير بند قطع غيار طبعا الغيار اللي هو قطع غيار السيارات في سجل الارتباطات 291 أو 292 يعني عايز اقول لك تسمي 291 ماشي تسمي سجل الارتباطات 292 ماشي مفيش مشكلة انت كده كده بتسجل هنا زي ما بتسجل هنا اعتبره بقى كان مستخدم في المحافظة مستخدم في الوزارة مستخدم في الوحدة من الوحدات الحكومية لدارية الفرعية سواء من المحافظات او مثلا من الوزارات يبقى على طول اول خطوة اسطر برافو عليه سجل الارتباطات هو جايل في قلب التمريد في قلب المختبار مع السؤال اروح مسطر بالشكل طولي كده زي ما احنا شايفين نفس الصفحة دي بالزبط تنقلها بالزبط مصلحة والاعتماد الاصلي والتعزيز وتحتها بقى الاعتماد بعد التعزيز ثم صفحة باند كزا سنة المالية سيب مكان ثم اصمم الجدول تاريخ العمليات المبالغ المرتبطة به التعزيز المتبقي بعد الارتباط ممكن اسطر الصفحة اعزائي الطلاب بالطول يعني مش شرط ان انا ايه انا مش محتاج ان انا اعمالها بالعرض لا انا اخدها بطول الصفحة كده على طول طيب وروح نقرأ بقى عملية عملية اول جزئية عندي اخوا بالي بقول لي يبلغ الاعتماد المخصص بالموازنة السنة المالية كام 2011-2012 لبندا قطع غار السيارات 150 انا عرفت كده ان المبلغ المخصص لقطع غار السيارات 150 الف وعرفت ان السنة المالية دي كام 2011-2012 بقى انا اقدر كده رؤى على طول على سجل الارتباطات وابتدي بقى سجل اول بيان عندي اقول ان الاعتماد الاصلي كام 150 الف برافو عليك وانزل تحت كده هو دي صفحة بند ايه بند قطع غيار السيارات طيب السنة المالية برافو كانت 2011-2012 يبقى دي اول جزئية هعمالها في حاجة كمان هعمالها يعني انا قريت سطرين بس قريت رأس التمرين بس سجلت الاعتماد الاصلي سجلت اسم البند او الصنف اللي هو قطع غير السيارات وكتبت السنة المالية مش كده وبس ده السنة المالية عندي بتبدأ اعزائي الطلاب في كام السنة المالية في الحكومية في النظام الحكومي برافو بتبدأ في 1-7 من كل سنة تاخد 1-7 من السنة دي وتنتيه تلاتين ستة السنة التالية يبقى المبلغ المرتبط ده او معتمد في كام مع بداية السنة المالية اللي هي 1-7-20011 برافو عليكم بيبقى نقول على طول ايه 1-7-20011 اللي اعتماد الاصلي بقى المخصص كام اكتب ان الاعتماد المخصص بالموازنة واروح اكتبه على طول هناك في العمود الاخير اللي هو المتبقي بعد الارتباط اللي هو 150 الف جنيه يبقى انا سجلت اللي اعتماد الاصلي فوق وبعدين نزلت تحت داخل الجدول قلت ان في 1-7 طب 1-7 دي ما كانش موجودة في التمرين 1-7 دي سابتة لان دي بداية السنة المالية في الحكومة اقول 1-7-2011 طبعا 2011 دي جيبت لان السنة المالية بتاعت وقدة جزء من 2011 و2012 يبقى بتبدأ في 1-7-2011 وتنتيه 30-6 السنة اللي بعد وهوها كذا السنة المالية 20-21 يعني 2021 2022 2022 دي بتبدأ في 1-7-2021 يعني 2021 وتنتهي 30-6 السنة التالية اللي هي 20-22 او 2022 هابدأ اقول 1-7 يعني ايا كان التمرين هنعمل نفس الخطوة اللي اعتماد الاصلي سجلته تمام خده بقى على طول قول 1-7-2000 اكتب السنة هنا واكتب الاعتماد المخصص بالموازنة وروح اكتب في العمود الخاص بالمبلغ المتبكي بعد الارتباط اكتب الايه اكتب مبلغ اللي اعتماد الاصلي 150 وبعدين 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 بقى دي لازم نرجع تاني للتدريب او التمرين ونشوف ايه اللي حصل بعد ما سجلنا اللي اعتماد المخصص بالموازنة داخل سجل الارتباطات 291 او 292 تعالوا نرجع للتدريب بتاعنا وبيقول لي فيه واحد عشرة 2011 ايه اللي حصل طلب قسم الصيانة الارتباط بمبلغ 85000 جنيه قسم الصيانة عايز 35000 جنيه ليه عشان دي قيمة مناصة قطع غير ايه سيارات الركوب وطبعا الدول الخامسة وتمانين او تم الارتباط بتاريخ كامل عزاء الطلاب بتاريخ تسعة خمسة تسعة 2011 وتم تنفيذ المناسب الكامل او بكامل القيمة المرتبطة بها انا عايزك تاخد بالك من حاج انا عندي دلوقتي المبلغ كان 150 الف جنيه 150 الف جنيه واحنا عايزين نعمل ايه نعمل ارتباط بقدي ايه يعني المناسب كان ب 85 الف 85 الف جنيه طب250 الف جنيه دول ينفع ناخد منهم ركز معايا ناخد منهم المية وخمسين الف ينفع ناخد منهم 85 الف اه ينفع يعني المبلغ يكفي اه خلاص نخش بقى المناسبة وحنا البناء ايه جامد انا عايزك تاخد بالك من تم الارتباط بتاريخ خمسة تسعة انا مليش دعب واحد عشرة ان قسم السيانة كان عايز يرتبط او عايز يربط عايز يربط المبلغ ده او يدخل بمناقصة انا عايز اعرف حاجتين المبلغ ده موجود عندي ولا لا موجود يعني خمسة وتانتين خمسة وتبنين الف جنيه دول اقدر اخده من مية وخمسين الف يعني المبلغ المخصص او المتبقي يكفي يبقى المبلغ المتبقي ايه يكفي طيب الحاجة التانية عزيزي الطلاب التاريخ بقى تم الارتباط بتاريخ كام هو طلب في واحد عشر لكن هم وفقوله في كام وفقوله في تاريخ خمسة تسعة الفين واخداشر وتم التنفيذ يبقى انا على طول ركز معي هاخد خمسة تسعة الفين واخداشر واخد المبلغ اللي هو خمسة وتمانين الف ودي مناقصة قطع غير سيارات الركوب اروح على طول على سجل الارتباطات واقول على طول كده في الدفتر مرافع عليك خمسة تسعة اللي هو التاريخ اللي تم الارتباط فيه خمسة تسعة الفين واخداشر واكتب هنا بقى مناقصة مرافع عليك قطع غير سيارات الركوب وبعدين المبلغ المرتبط بها كام في العمود الاول ده هسجل مبلغ المناقصة اللي هو خمسة وتمانين الف جنيه طيب هم كده اخدوا من المية وخمسين الف خمسة وتمانين الف عشان يدخلوا بهم مناقصة وصرفوا المبلغ ده يبقى فاضل عندهم متبقي كام ايوه برافع عليك سامعك هو بتقول ايه ده فاضل كده خمسة وستين الف جنيه من المية وخمسين الف جنيه خمسة وتمانين ناقص مية وخمسين بالمبلغ المتبقي بعد الارتباط في خمسة تسعة الفين وحداشر خمسة وستين الف جنيه يبقى انا كده سجلت العمل اللي تم فعل الارتباط في خمسة تسعة الفين وحداشر بخمسة وتمانين الف جنيه ودخلنا المناقصة وكان المبلغ المتبقي بعد ما عملنا او تم تنفيذ المناقصة من 85 ألف جنيه كام يا شباب كام يا بنات المبلغ المتبك 65 ألف جنيه اروح على العملية اللي بعدها وبيقول لي ايه في واحد واحد 2012 طلب قسم الصيانة اللي ارتباب بمبلغ كام طلب اللي ارتباب بمبلغ 100 ألف جنيه انا متبكة عندي كام 65 ألف تب ينفع الدوله 100 ألف برافو عليكم ما ينفعش الدوله 100 ألف عشان يشتروا كتا غير صارت الوتوبيس طب هنعمل ايه ده احنا كده عايزين 100 ألف وفي نفس الوقت مش متوفر عندنا اللي 65 ألف جنيه تقوم على طول الوحدة تقوم تعزز بقى يعني ايه تعزز يعني تاخد المبلغ المتبك ده من ايه يا شباب من ايه يا بنات من بنده اخر اللي هو بند الادوات الايه الكتابية طيب نركز مع بعض انا في وقد اللي عندي او متبك عندي من مبلغ اللي ارتباطنا اهو 65 فاكرينه اهو طيب وبعدين عايزين نخش ملاقصة جديدة ها قسم الصيانة قال لك انا عايز ارتباط بمئة الف جنيه عشان اشتروا كتا غير صارت الوتوبيس قال لك مفيش مش هيكاف رح في تاريخه عاملين ايه تم تعزيز البند تعزيز يعني تدعيم من بند الادوات الايه الكتابية بالمبلغ اللي هزي في مبلغ كده مخصص للادوات الكتابية قال لك خد منه الباقي ده الباقي دي قد ايه وحنا عندنا المبلغ المتبكة عندي 65 وانا عايز 100 برافو يبقى هقول 100 الف ناقص 65 يبقوا كام يا شباب 35 الف يبقى انا لازم ادعم الاول بكام ب35 الف يبقى اقول في واحد واحد اروع على طول على السجل واقول في واحد واحد 2012 اللي حصل تدعيم نقلا من بند الادوات الكتابية واجف العمود بتاع التعزيز اللي هو التدعيم احط 35 الف حد هسألنا 35 الف دول جبناهم من اين ركز معايا نركز شوية شباب نركز يا بنات احنا عندنا 100 الف جنيه ده المبلغ اللي عايزين نرطب اللي هو مبلغ الارتباط عايزين نخش بنقصة بمية الف المبلغ المتبكة عندنا بعض الارتباط 65 قلنا مش هيكفي طب نعمل ايه يبقى على طول كده قلنا المية الف جنيه ناقص 65 الف يطلع كام 35 هنجيبهم من اين 35 قالك هدتم من بند الادوات الكتابية يبقى في واحد واحد 2012 تدعيم نقلا من بند الادوات الكتابية 35 الف جنيه نركز بقى كده المبلغ المتمكة بعد الارتباط كان فيه 65 واحنا جدفنا هنجيبنا كام جيبنا 35 الف من بند الادوات الكتابية بقى 35 زائد 65 برافو عليك هيبقى 100 الف الله ده احنا جمعنا ما طرحناش اه انا مع التعزيز هجمع ومع المبلغ المرتبط لما ادخل اي مناقصة يبقى هاخد ايه من المبلغ الاصل هيتخفض يعني نقب بالك لما كان عند 150 ودخلت مناقصة المبلغ ده نطرح 85 نقص 100 الف نقص 150 الف المتمكة 65 لما عززت ب35 عشان اوصل المبلغ لمية قلت 35 زائد 65 يبقى المبلغ هنا عند 100 ممكن اقولها بطريقة تانية انا ممكن اقول ايه انا عايز مبلغ الارتباط هنا يبقى 100 الف طيب يبقى عزز بكام يبقى 100 نقص 65 يديني 35 جبتها لكم بطريقة ايه تانية احنا عايزين نارتباط بمية حكت بالمية عندي ايه اللي هو نقلب من بند الادوات الكتابية وبعدين اطرح من 65 يديني التعزيز اللي هو او التدعيم اللي هو 35 الف يبقى في 1-1-1-1-2-12 تم التدعيم نقلة من بند الادوات الكتابية 35 الف جنيه على 65 بقى 100 الف جنيه الخط واللي بعد كده عمل ايه بقى نخش المناقصة مش بقى معانا المية الف اه يبقى في نفس التاريخ نقول في 1-1-1-2-1-2-12 مناقصة قطع غير سيارات ايه بقى الاوتوبيس وكان عايز يدخل ايه مناقصة خاصة بسارات الاوتوبيس مش سارات الركوب هنصرف بقى المية الف اه بقى عندنا المية الف هنددله ايه يبقى المبلغ المرتبط بقى يبقى مية الف طب مية الف من مية الف يبقى كده الفلوس ايه خلصت خلاص انت دخلت مناقصة كمان بمية وخدت المبلغ من المية الف يبقى كده الرصيد بتاع الاعتماد عندي الموجود في الوحدة بقى او المخصص للبند دي بعد التدعيم اصبح سفر اصبح ايه سيف طيب كده يبقى انا سجلت العملية الخاصة بالتدعيم والمناقصة بعد ها بعد ما دعمنا البند اللي هو بتاع قطع غير السيارات من بند ادوات الايه الكتابية اللي كان بخمسة مبلغ التدعيم خمسة وثلاثين الف جنيه كده ناخد بنا اعزائي الطلاب ان انا مش فضل معايا اي مبالغ في مرتبطة بايه بقطع غير السيارات ما ينفعش ادخلوا اي مناقصات تاني طيب تعالوا يشوف ايه اللي حصل بعد ما دخلنا مناقصة قطع غير سيارات الاوتوبيس بيقول لي في واحد اربع الفين واثنشر تم تنفيذ المناقصة بمبلغ كام تسعين الف جنيه فقط الله احنا ادنهم ميت الف جنيه هما لما جوا ينفذوا المناقصة نفذوها بتسعين الف فقط يبقى واجب عليهم ايه عزيزي الطلاب برافو يردوا لنا الباقي طيب الباقي كام عشر تلاف جنيه يبقى ميت الف ادنهم ايه اللي حصل بعد كده هما نفذوا بتسعين يبقى لازم يرجعوننا عشرة وطالما يرجعوننا العشرة يبقى لازم نسجل لانه ردوها تاني في سجل اللي ارتبطاتي بانيجي في واحد اربعة الفين واثنشر هنا هو تعرضون نسجل التاريخ لهم نقول ايه رد المتبقي من الايه المناقصة بتاع الكتا غير سيارات الايه الاوتوبيس المتبقي دي كام برافو عليك عشر تلاف سجلهم في المبلغ المرتبط بي واضفهم على الايه برافو واضفهم على المبلغ اللي هو كان سفر اللي هو بعد المناقصة كان الرصيد سفر يبقى عشرة زائد سفر يبقى كده المبلغ المتبقي بعد الارتباط عشر تلاف جنيه ناقوب بالنا انينا لما ردت المبلغ سجلته في المبلغ المرتبط بيه ثم اضفته على الرصيد اللي هو كان سفر فكان المبلغ اصبح كام 10 تلاف جنيه يبقى انا كده فاضل المتبكة عندي مبلغ اقدر اشتري بيه اي حاجة تخصه قطع غير السيارات وهو كام عزيزة طلاب 10 تلاف جنيه تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد مرض المتبكة بيقول لي في اتنين خمسة 2012 تم شراء قطع غيار بالمبلغ المتبكة بالامر المباشر عادي طالما المبلغ سغير 10 تلاف يبقى يا جوز للوحدة انها ايه تشتري حاجات بالامر المباشر فالوحدة قامت بشراء قطع غيار بالمبلغ المتبكة اللي هو كام عزيزة طلاب 10 تلاف جنيه طيب لما تشتري قطع غيار هنسجله ايضا يبقى نروح على طول نكتب في اتنين خمسة في عمود التاريخ 2012 شراء بالامر المباشر او الارتباط للشراء بالامر المباشر المبلغ كامل متبكة 10 تلاف هنشتري بيه على طول يبقى نقول الارتباط 10 10 تلاف من الرصيد يتفضل 0 دي عزيزة طلاب طريقة اللي بنسجل بيها العمليات داخل سجل الارتباطات 291 او 292 عين حق زي ما شفنا الموضوع بسيط وسهل ولزيز بس عايز منك شوية تركيز تعالوا نشوف تمرين كمان علشان نقدر نفهم الطريقة والكايفية اللي بنسجل بيها العمليات او الاحداث داخل سجل الارتباطات 291 او 292 عين حق تعالوا نشوف مع بعض تدريب اخر لكن قبل ما نتنقل للتدريب التاني تعالوا ناخد بالنا بقى من جزئية مهمة كنا ننسيها عزيزة الطلاب انا فاضل عندي هنا فوق حاجة اسمها التعزيز تحتها الاعتماد بعد التعزيز طيب هو المبلغ بتاع التعزيز اديه عزيزة الطلاب 35 يبقى على طول فوق كده هروح مسجل الخمسة وايه وتلاتين اللي هو كان مبلغ التعزيز انا لسه في التدريب طيب في جزئية كده ماخدناش بالنا منها انا بعد ما حددت مبلغ التعزيز اللي هو 35 الف جنيه هبتدي اروح على طول ضيفه فوق على المبلغ ده هو تحت مبلغ الاعتماد الاصل يبقى كده احنا صرفنا بقى على قطع غير السهارات قد ايه 150 الف زائد 35 الف يديني اللي اعتماد بعد التعزيز اللي هو هيطلع 185 الف جنيه اخب بالي من الجزئة دي لو انا ايه اخفقتها هنقص على درجات يعني زي ما انتم شفتوك ده بعد ما سجلت العاملات ما خدناش بالنا ونسينا يبقى انت في الاختمر تصحصح وتخب بالك ان انت ممكن تنسى تسجل التعزيز او تسجل الايه الاعتماد بعد التعزيز يبقى على طول تجيب مبلغ التعزيز اللي عندك ده 35 تضيفه على طول للتعزيز 150 الف زائد 35 الف يبقى على طول بعد كده هاديك الاعتماد بعد التعزيز اللي هو مجموعهم 185 الف جنيه ويبقى كده انت تاخد الدرجة بتاعتك كاملة عشر على عشر بطريقة صحيحة وده حقك لانك سجلت كل البيانات بطريقة صحيحة تعالوا نشوف تمرين تاني والتدريب التاني بيقول لي يبلغ الاعتماد المخصص بموازنة السنة المالية 20 21 يعني 2020 2021 لبند قطع غير السيارات 100 الف جنيه انا قلت ايه وكده يبقى طالب مني تصوير بند قطع الغيار في سجل الارتباطات 291 و 292 هروح بقى على طول عامل ايه يا شباب هروح على طول رائع على مصمم الاول سجل الارتباطات المصلحة سجل الارتباطات الاعتماد الاصلي التعزيز الاعتماد بعد التعزيز صفح بند كذا السنة المالية ويأعمل خمس اعمدة عمود للتاريخ وعمود للعملية وعمود للمبلغ المرتضب والتعزيز والمبلغ المتبقي بعد الارتباط واول حاجة سجلها اول جزئية قرأتها في رأس التامريل لما قال لي يبلغ الاعتماد المخصص بالموازنة بتاعت سنة 2021 يعني 2020 2021 لبند قطع غير السيارات 100 ألف جنيه على طول هروح جاء قايل الاعتماد الاصلي 100 ألف جنيه صفحة بند طبعا قطع غير السيارات والسنة المالية 2021 يعني 2020 2021 وأول حاجة هبدأ بقى في الجدول أقول 1-7-20-20 برافو عليكم زي ما تعلمنا وأقول ايه أيوة بالزبط كده الاعتماد المخصص بالموازنة وأخذ المئة ألف اللي هو قال لي عليها أسجلها على طول هو المبلغ الاعتماد الاصلي أسجله في المتبقي بعد الارتباط ممتاز بعد ما أسجل أرجع تاني أشوف العملية التالية بيقول لي في خمسة تمانية عشرين عشرين طلب قسم السيارة الارتباط بمبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه أقف أنا دلوقتي معايا مئة ألف جنيه دي اللي اعتماد الاصل ينفع أخذ منهم خمسة وخمسين ألف ينفع المبلغ يكاف أعد الجزئية دي دي قيمة منقص القطع غير الآيه سيارات الركوب وتم الارتباط بمبلغ كام أو تم الارتباط بتاريخ كام بتاريخ تمانية عشر الفين واحد وعشرين وتم تنفيذ المنقص يبقى على طول أرؤ على الجدول بتاعي أو في سجل الارتباطات واكتب التاريخ اللي هو تم الارتباط فيه اللي هو تمانية عشر الفين وعشرين واكتب نقصة قطع غير سيارات الركوب في العملية ثم ماجي بقى في المبلغ المرتبط بيسجل قيمة المناصة اللي هي خمسة وخمسين ألف جنيه واطرح بقى الخمسة وخمسين من مبلغ الاعتماد الأصل اللي هو مئة ألف يديني خمسة واربعين ألف جنيه كده أنا على طول سجلت العملية التانية اللي هي خاصة بالمناصة قطع غير السيارات اللي تمت في تمانية عشرة بمبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه وجبت الرصيد المتبكة خمسة واربعين ألف أشوف العملية التالية بيقول في اتنين اتنين 2021 طلب قسم السيارة طلب قسم السيارة الارتباط بمبلغ ثمان تلاف جنيه الارتباط بمبلغ ثمانين ألف جنيه لشراء قطع غير سيارات الاوتوبيس في شراء قطع غير سيارات الاوتوبيس يبقى انا على طول اعزائي الطلاب اعمل ايه على طول هروح على طول مسجل العملية في سجل الارتباطات بمبلغ 80 الف جنيه لكن ناخد بالي من حاجة المبلغ المتبكة عندي بعد الارتباط كام المبلغ المتبكة عندي 45 الف تب ازاي اخد منهم 80 الف يبقى لازم عزز يبقى كم القرائب يبقى هو قال في 2221 طلب قسم الصيانة الارتباط بمبلغ 80 الف جنيه لشراء قطع غير سيارات الاوتوبيس وبعدين في تاريخه تم تعزيز البند من بند الادوات الكتابية يبقى مبلغ التعزيز قد ايه انا المبلغ المتبكة عندي 45 الف طيب ممتاز انا عايز اعمل الارتباط بكام ب80 يبقى انا احتاج مبلغ قد ايه يبقى اقول 45 ناقص 80 يبقى كده المبلغ يبقى كام 80 الف ناقص 45 يبقى 35 الف جنيه يبقى على طول اول اقول اه التعزيز طبعا في تاريخ اتنين اتنين 2021 اقول اه تدعيم نقلا من بند الادوات الايه الكتابية واكتب مبلغ التعزيز اللي هو اه 35 الف جنيه اضيف طبعا والله اترح اضيف المبلغ على 45 الف هيديني 80 الف جنيه كده المبلغ بقى متوفر عندي اقدر انفس في نفس التاريخ الايه الارتباط اقول في 2221 ملاقصة قطع غيار سيارات الاتوبيس بكام شباب بتمانين الف واقول تمانين من تمانين هيكون الرصيد عندي سفر المتبقي ثم بعد ذلك قال لي ايه قال لي عندي عملتين في خمسة تمانية الفين واحد وعشرين تم تنفيذ الملاقصة بمبلغ ستين الف جنيه فقط تم تنفيذ الملاقصة بمبلغ ستين الف جنيه فقط يبقى كده في مبلغ يرجع لنا ادى ايه عشرين الف جنيه برافو عليكم يبقى كده بدل تمانين هيبستيني بقى انا اقول رد المتبقي في خمسة تمانية الفين واحد وعشرين رد المتبقي اللي هو طبعا هيبقى عشرين الف جنيه أضيفه على الرصيد يديني المبلغ المتبكة بعد الارتباط 20 ألف جنيه آخر عملية بيقول لي في 1.9.2021 تم شراء قطع غيار بالمبلغ المتبكة بالأمر المباشر طبعا على طول أنا متبكة معي 20 ألف جنيه اشتري بالأمر والبشر أسجل التاريخ 1.9.2021 واكتب الارتباط للشراء بالأمر المباشر في العملية المبلغ اللي اتصرف كام عزيزي الطلاب 20 ألف جنيه أكتبه في المبلغ المرتبط به 20 ألف ناقص 20 ألف اللي هو الرصيد يكون الرصيد في النهاية سفر عندي مبلغ التعزيز 35 ما نستاشى سجله فوق يبقى هطلع فوق في أول الورقة في أول الصف عندي في سجل الارتباطات أقول التعزيز بكم هنا هوت عند التعديم كان ب35 ألف يبقى 35 يبقى 100 ألف زائد 35 يديني مبلغ الاعتماد بعد التعزيز 135 ألف 100 ألف زائد 35 هيكون المجموع 135 ألف أعزائي الطلاب ده الطريقة اللي بنسجل بيها الأحداث المالية المرتبطة بالارتباطات وسجل الارتباطات يارب نكون قدرنا نبسط لكم الأمور وتكونوا استفدتم من حلقة اليوم تعرفنا على الكيفية أو لخصنا الكيفية اللي بنسجل بيها العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء وتعرفنا على الطريقة اللي بنسجل بيها الأحداث داخل دفتر أو سجل الارتباطات 291 و 292 وإن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة هنستكمل فيها الأجزاء العملية في الباب التاني من منهج المحاسبة الحكومية وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي وإلى أن نلقاكم إن شاء الله على خير نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة